العوافة مساء الخير ما يدى اليوم منطلع اليكن اول مرة بالالفان وتلاتة وعشرين بتمنى انه تكون بداية اه اه سنة جديدة وسنة مليئة تكون الاراض بالخير والفرح والعطاء والمحبة والبحبوحة واهم شيء الصحة على كل الشباب والصبايا اللي عم بيسمعونا وين ما كان. اليوم اه يعني بتعرفوا اه كان مفروض انه نحكي بي اه اللي صار بالالفان واثنين وعشرين بس بما انه اللي راح راح هلأ منبلش من اليوم وطالع راح نحكي عن نبلش اليوم وبمين غير بانا نفتتحها بنجيب مش العجيب كانوا بسموه نجيب العجيب او او نجيب اه الغليب هيدا نجيب المريب يعني اليوم شفنا اه البقايا الالفان اثنين وعشرين بعدها معلقة بواحد متل نجيب ميقاتي اه مش للبي سبب يعني انه بلن نهجم عليه شخصيا لا بسبب انه الطريقة اللي عم بيمارس فيها دوره هو طريقة غريبة ومريبة بالتحديد لانه اخر من من يعلم علما انه البيانات اللي طلعها مثلا لا لا حتى هيك نحلل شوية البيان طبعه وكأنه هيدا نجيب ميقاتي منو رئيس حكومي وكأنه وزير الوزير بيعمل بيانات هيك وزير بدي يكون يعني من كتلة اه سياسية مناغضة لوزير تاني بكتلة سياسية بقلب مجلس الوزراء تخيلوا حفوا نتهزوني تخيّلوا مثلا بيسدر صدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان جاء فيه يسر الطيار الوطن الحر ان يفتتح العام الجديد بسجلات والتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما بملف الكرهرباء وتابع آخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان جبيل عن الطيار ووزير الطاقة والمياه السابقة نادا البستاني تفتتح فيه في السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياد لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة أين العشر ساعات كهرباء إضافية التي وعدت العانا بها فيما يجدر بها توجيه السؤال إلى وزير الطيار والأفريقيا السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة ولأن الفجور الإعلامي الذي يعتمده الطيار لا حدود له سنضطر إلى قشف وثيقة تظهر مدى إمساك وزيرة الظل ونائبة وزير الوصاية على مفاصل الوزارة وتحكم بقراراتها تعرفوا هذا الكلام هو إداني لنجيب مئاته لأنه رئيس الحكومة وحسب الدستور اللبناني لأنه سراحة ما ترخزوني بالتعبير يعني بيجوا بيجيبونا إياهن على السلطة أغبية مش بس أنه جهل مطقع غباء مطبق يعني ومش بس أنه فازدين وناهبين وبيسرقوا المال العام كمان عندهم يعني لو أنهم أسكي يا مصر كمان غباء دستوري مطبق وغباء على المستوى الفكري يعني تخيلوا المادي 64 والمادي 65 من دستور بتحكي عن صلاحيات رئيس الحكومة وبتقول هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة لمجلس وزراء عبر الوزراء وهو الذي يحاسب ويلاحق أعمال الوزراء لخي ما فيك تطلع رئيس الحكومة انت الدستور بيقلك شو هو دورك وبيقلك انك انت مسؤول عن أعمال الوزراء وتجي تطلع تهت الوزراء بهايد الطريقة وكأنك انت منك رئيس الحكومة وكأنك يعني أطرش بالزفة كأنك خيال صحرا قاعد على رأس مجلس وزراء ما كل صلاحيات وكل أعمال الوزراء رئيس الحكومة هو المسؤول عنه بيخيل الدستور واضح رأي المادي 64 يا نجيب المريب رأي المادي 64 بتقول لك ان رئيس الحكومة هو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة لمجلس الوزراء هو المسؤول عن أعمال الوزراء يعني إذا بيغلق شيء وزير في عنده محاسبة حسب أنه الموظفين حسب أنه الإدارة وفي عنده محاسبة من قبل المسؤول عنه لأنه أنت رئيس مجلس الوزراء بالتالي حاجة تكذبه عن ناس وفي ناس مصدقتكم صار له من 92 مصدقتكم أنه مشيل عون إجا رئيس جمهورية حطيته كل الفشل فيه وحطيته كل الديون فيه وحطيته كل المصايب فيه علما أنه مشيل عون في خامة الجبل لما إجا كانت الدولة بلا ميزانية هلا بيطلع حدا بيصير مش هابسا شو عم بتحكو صارت بيروت بالأرض وليس كل عزم المليئة عم مشرح لكم إياه العماد هون إجا ما كان في ميزانية بالدولة صار لأكتر من 12 سنة إجا عمل موازنة كانت الدولة وزارة الاتصالات مسروقة من قبل طيار المستقبل ونجيب مئاتي والصفضي وكل هؤلقراته يعني حطين إيدون عليا من قبلون وزارته الاتصالات وعم بيعملوها شركة خاصة إجا الرئيس جمهورية بيجلسة اتنين كانون يعني متل هيدا النهار سنة الالفين وعشرين منع تمديد عقود الخلياوية لشركة ميئاتي وشركة المستقبل وشركة كلمين إيدو إلو بالتالي رجع هيدا المصدر للدولة اللي بيطلع مليار دولار كل شركة بالسنة رجعوا للدولة إجا العماد عون هيدا البروباجندا اللي بيعملوها بس لحتى يزرعوا برأسكم إنه ميشيل عون هو المسؤول عن تفقير الشعب اللبناني إجا العماد عون عمل وزارة الطاقة عمل مشروع الطاقة مين رفضه برجع بيقلك هلأ متل ميئاتي بدل ما هو يحاسب يخي إذا مظبوط وزير فياد ما عم بيقوم بوشباته وعد بعشر ساعات كهرباء بنار تاب ليه ما حسبته ما هيدا شغلتك تحسبه هيدا شغلتك أنت المسؤول عن السياسة العامة لمجلس الوزراء بعدين أنت بتعرف أن وزير المال هو اللي بيصرف المصريات حاجة تكذبه على العالم ما حلو تكون غبي بس لازم تكون غبي ومنطقي يعني إذا أنت مصر يانا جيب المريد إنك تكون غبي خيخليه غبي بس على القليلة شوية منطق قاعد تقول عن وزراء طيب ما من 92 لل2008 وزارة الطاقة كانت معكم أنتو مع طبقتكم الفاسدة مع وسخكم لك إجا العماد عون وقف سرقتكم ولو فيه كان يعمل أكتر كان كلكم حطيته بالحبس على كل حال أنت عارف مصيرك يا نجيب المريد عارف مصيرك وهيدا مش حكي عم نطلقه هايك أنت عارف مصيرك بالملاحقات الأوروبية عارف أنه مصيرك بالآخر يا أما بيرومي يا أما بتهرب هريمي من لبنان ما في عندك حال تالت فكرك اللي عبيدعموك هلأ قاعدة بدو يدعمك ماكرون قاعدة بدو يدعمك ماكرون قاعدة يعني بدو يدعم العشرين سنين يدعمك لا كلهم هالكم شهر بيدعمك وتخلص خبريتك مثلك مثل رياض السلامي مثل نبيه بري قاعدة فرقكم راح تطولوا بعد قاعدة ما الطريق اللي نوضعت نوضعت خلص ما بقى فيه تراجع عنه وكل الحكي اللي بينحكي عن رئيس الجمهورية كله هيدا طاق حنك ما له عازة لأنه لا رئيس الجمهورية بيقدر يشيل من الأزمة ولا شي اللي بيشيلنا من الأزمة هو تطيير عيد الوانظومة لا أكتر ولا أقل مش نجيب العجيب ستليلة هيدا نجيب المريب نجيب المعيب نجيب 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 نختراعه على كل حال جاية عم بيحكي وعم بيشكي على وزير الطاقة وهو معروف انه هو بينفذ إرادة غيره يعني نجيب مئاته مزروع وبالتالي هيدا العقلية بدك تتغير عند الناس بيقلك بيجي بتحكي عن الإنجازات طبيعة الرئيس مش رأون لأنه عن جد هن عتموا عليا لحتى ما تبين شو بيش بيقولولك اهي ملاك شو صار فيها تدمرت بيروت شو عملت انت يلي بيحكي وبيطلع بينك شو عمل هايون موقفين ناس معلون علاقة بموضوع التفجير ومعروف كيف النترات فاتت ومعروف كيف نضرب المرفى ولاش نضرب بس عالم يا خييف هده تضل على كل حال بالالفين وثلاثة وعشرين راح منضل يعني حتى لو وبقينا لحالنا ما في مشكلة ما في مشكلة هاي دي الطريق الصواب بنياها على القافي خييف نجيب الشنيع ما بتنكسر القافي بنى شي معقيب يعني نجيب من حيفلة القبيب نجيب المريب نجيب المعيب نجيب النحيب هيك شي يعني على كل حال صدوني نجيب المئاتي وغيره وطل الطلايل ما راح يكونوا موجودين الله راض المفروض يعني المنطق بيقول انه يتيروا كلهم سوا لانه بدون يهروا كلهم سوا على كل حال خلينا ننتظر متل ما قالت الرئيسة غادة عون اليوم بتويت تبعها خلينا ننتظر لتسعة الشهر لحتى نشوف شو بدون يعملوا القضاة الاوروبيين اللي هني كمان جايين نتيجة تحرك ملفات قضائية بحق شخصيات من عندهم مشتركة مع رياض سليمي على امل نحنا بنتأمل انه هاي دي الامور تصير وتتوضح للرأي العام لحتى ياخد قراروا فيما يتعلق بموضوع الاموال اما بالنسبة الاموال الموادية وعد فكروا انه شنهار بتروح لانه مسؤولة عنا الدولة كمان يعني اذا المصارف مفلسة متل ما قال الامين العام لجمعية المصارف يعني يجب اعلان افلاس المصارف وهون ما حدا يطلع يقلي بتكون تهروا الكطاع المصرفي لحتى تغرقوا لبنان على اخر لا المصارف عملت لعبة جمعية المصارف وحاكم مصر في لبنان عملوا لعبة من اجل سرقة اموالنا بس ما رح تمرق هايدي اموال الموديعين ما رح يتم سرقتها لانه المصارف اذا فلسة تتفضل تعلن افلاسها وتفضل تعملوا دعاوة افلاسية عليها اما بما يتعلق بالتحيات ماريات السلامة هي اللي بتبين كل الامور والدولة اصلا مجبورة تغطي الموجودات من اجل اعادتهم للموديعين على كل حال اليوم كان هيدا موضوعنا لانه كنتم قرر ما اطلع بس بكرة بازن الله رح نطلع رح نحكي بمواضيع ام صار فيه معلومات عنا جاهزة مواضيع كتير خطيرة ولكن في عندها ايجابيات كتير كبيرة على الوضع السياسي بلبنان وعلى الوضع المالي رح نحكي فيها بكرة بازن الله من هلأ لبكرة بدي اتمنى لكم ليلة حلوة وبدي اتمنى لكم عن جديد عيد رأس سنة سنة مديدة سنة مكون مغيرة كتير عن الالفام واتنين وعشرين سنة تتحقق كل امالنا وكل احلامنا اللي عم نترقبها فيما يتعلق بالنسبة لا اعادة الوضع وبالنسبة للبحبوحة وبالنسبة لراحة البال ولا السلام ولا الطمأنينة بلبنان وما تركزوا كتير على فكرة انتخاب رئيس جمهورية فكروا رجزوا على موضوع يطاحق بهذه المنظومة السياسية اللي خلقت على كعاب 13-20-1990 تصبحوا على ألف خير